هو بالخمسمية وثمانين حالة يوم الأربعة هذا اليوم والجمعة راحين على أقفال في مبالغة أو بالفعل صرنا أمام كارثة وبائية حقيقية كنا عم نحذر منا بالشتوية لا أنا برأيي وصلنا للكارثة الوبائية ما فيش أي شك يعني ما فيك تقول إنه انتهى الوباء طالما في حالات وبائية بغير أماكن في العالم حالة وحدة بلبنان حالة وحدة بالأرجنتين بتدلك تكون خايف خاصة إنه نحن فتحنا بأول شي عاد كتير من المغتربين اللبنانية في خلال شهر أيار وكان في كتير منهم حاملين الفيروس وفتحنا المطار بآخر شهر حسيران ودخل عدد من اللبنانيين ومن الأجانب إلى لبنان بهالمرحلة هايدي وكمان كان في منهم كتير معهم الفيروس بنفس الوقت فتحنا للبلد فتحنا البلد كيف مع إنه اللجنة الوزرية التفقت واجتمعت مع كل النقابات واتفقنا على استراتيجية يلي توضع إنما الهيئة إنه كل النقابات ما فيه غير النقيب هو مسؤول عن حاله وما حدا نلتزم بالقرارات يلي اتخدها والمشاريع الحلوة كتير يلي قدموها النقابات للوزارة إذن وشفنا يعني إنه ما في حدا نلتزم لا بالارتداء الكمامة ولا بالتباعد الاجتماعي ولا بغسيل الأيدي ولا بالتهرب من الاقتزاز والتجمعات يعني شفناها إنه هيدا وبينت يعني الحفلات والسهرات والرأس والأراجيل والعراس وميات الأشخاص بالعراس والحفلات يعني ما حدا نلتزم طب وصلنا لوين وصلنا لوين هلأ نيه نحن بحالة كارثية ما فيش أي شك نحن بحالة كارثة أحدهم يقول كارثة لأن الأعداد زادت بكترة بكترة وبسرعة هلأ نيه أكيد كانت عبتزيد قبل انفجار أربع قاب كانت عبتزيد لأنه إجت انفجار أربع قاب وزادت زادت ببيروت وشوي بجبل لبنان ببيروت وبالجبل وخاصة إنه في كتير ناس إجوا وتجمعوا وصار فيه شغل يعني الركض على المستشفيات ليلتها يعني كان بشكل هائل ومن دون الوقاية اللازمة اللي بدك تخدها وعدد الناس والاقتزاز الناس بغرب الطوارئ كان فيه حالة استثنائية وبعدين صار فيه ناس إجوا يزوروا بعدين وللأسف صار فيه عدد من الوفيات وبالوفيات صار فيه جنازات واجتماعات بالدفن وإلى ذلك يعني هاي دي كلها قدت إلى زيادة أعداد مية بالمية بس كان فيه زيادة من قبل كنا وصلين قبل من أربع قاب كنا وصلين لبلش الارتفاع وعادة لن ببلش يرتفع بيطلع هيك مش بيطلع هيك وخاصة إنه ما بقى عم نقدر بالوقت الحاضر إنه شي منسميه فلاتن دو كيرف يعني نخفض الارتفاعات ما بقى فينا نخفض الارتفاع الارتفاع بلش يطلع بقوة بقوة بسرعة كتير قوية إذن هاي دي أول خوف تاني شغلة المستشفيات ما فيها بقى وصلت إلى خط أحمر فيه أول شي تعب تعب بالمستشفيات وتعب بالجسم الطبي والتمريدي تعب صارنا عدة أشهر تعبنا من الكورونا تعبنا من ضغط الكورونا تعبنا من لباس الكمامات وليباس التياب الواقية تعبنا تعبنا نفسيا من كل واحد مننا خايف إنه يتعرض لهالإصابة هاي دي شغلة كتير مهمة بس كمانة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات خفت المستشفيات الحكومية أولا في كتير منها ما تم تجهيزة بطريقة بطواقم طبية واستوات تمريدية بمعدات بغرف محضرة لاستقبال المرضى عدد قليل من الأسرة موجودة في المستشفيات الحكومية المستشفيات الخاصة في كتير منها محضرة حالا إنما عبتواجه مشكلة اقتصادية لكيف بدها تدفع وكيف بدها تهتم بالمريض في عدد أربع مستشفيات كبيرة وصيبت بشكل جزري وقوي كتير وهيدي خفضت عدد الأسرة اللي منقدر نستعملها الإصابات اللي صارت من أسبوعين بأربع قاب استعمل عدد من الأسرة إلى لإدخال المصابين والمجروحين واللي نعمل لهم عمليات يعني انخفضت عدد الأسرة اللي منقدر نستعملها للكورونا يعني هيدي كارسة كماني تاني كارسة تالت كارسة أكيد الكارسة الاقتصادية عنا صعوبة كتير كبيرة إنه نحصل يعني عمنا كل يوم كل يوم منقضيها شريعة على التليفون تحتى نقدر نحصل على معدات وإشيات نستعملها مشان التشخيص المخبري مشان المرات حتى العلاجات بالإدوية صحيح إذا إجا مساعدات دولية إنما هالمساعدات ما بتكفي مشان والنوع تابعهم مش كافي لتجهيز المكافحة ضد حالات صعبة كتير بالعناية الفائقة يعني المشاكل اللي عم نواجهها من هالناحية هيدا إذن مثل ما قلت الإحباط العدد الأسرة وإلى ذلك أكيد فيها التفاكم الكتير قوي بالانتشار أنا اللي بدي أسألك اليوم الجمعة راهين على أقفال نعم بس في مشكلة الشعب اللبناني وكأنه مش مقتنع إنه حقيقة في وباء وفي خطر أو يمكن لأنه ما أجد كتير أجراسيف ما أجد آسيا ما موتت كتير ناس الناس طمنت بالا ما أجد مثل أوروبا هل هذا السبب يلي عم بيخلي الناس تعتبر إنه عن جد الناس ولو في خمسمائة وستمائة حالة يوميا معك حق يعني جهل ولا بالفعل إنه بلبنان ما أجد آسيا ما بتخوف هلأ يلي بيّن بالأساس إنه ما كأنه كتير قوية ما في يعني قال أحد الإعلاميين قال لي مرة إنه مشكلة الكورونا بلبنان إنه ما في كتير موت صح إنه مثل ما حضرتك ذكرت هلأ إذن الناس ما حسوا بالموت إنه بفيتة عم بعمل كورونا وصحات وبياخد باندول بياخد باندول وبشرب شاي صح طب السؤال لكان الناس عم تعتبر بما إنه ما فيه وفيات نعم بس المشكلة إنه هالناس يلي عم بيعوزوا أكسجان نعم لح نفقد القدرة الاستعابية على تأمين أسرة في المستشفيات صح ويلي منفقد له الأكسجان بيصير فيه خطر يموت برافو عليك هيدا السؤال اللي كتير مهم لما منصير عدد الأسرة ما منعود نقدر نقدم العلاج الصالح يلي عم نقدر نقدمه حاليا الطب بلبنان نوعه نوعية الطب بلبنان الناس ما بيقدروا بس نوعية الطب بلبنان أنا ما بدي شوف بحالي بس نوعية الطب جمالا بلبنان كويس نسبة لعدد كبير من الدول بالعالم ما فيه ولا دولة بالعالم بيقدر تقدر تلاقي من أحسن أطبة بظرف خمس دقايق أو نص ساعة تقدر تتصل بالطبيب بيكون قدام سريرك أوكي يعني ما فيه ولا محل بالعالم والعناية الموجودة بالمستشفيات جيدة جدا إنما هالطاقة الاستشفائية هالطاقة الاستعاب الأطبة والمستشفيات وخاصة وللأسف مع الأزمة الاقتصادية عم بلش نشوف عدد من الأطبة ومن الجسم التمريدي عم يفلوا بلشوا يهاجروا يعني هايدي مهمة إذن ما عم بيقدر يدفعوا مدارس ولادهم بدون يفلوا إذن هالكارسة هايدي اللي راح نشوفها هالطاقم الطب اللي راح يخف هالطاقم الإدراء الاستشفائية كمان راح تخف ما بقى راح نقدر نعالج هالعدد الكبير من الإصابات يلي راح يجو يتقدموا إلى المستشفيات زيادة على ذلك واليوم كان عندي شريعة مع بالمستشفى أنه طيب أنا ما بدي كرس كل الأسرة للكورونا أنا بدي خلي أسرة لغير مرضى ما بدي استلشئ بغير حالات مرضية وهون بيصير عدد الوفيات هايدي اللي منسميها الهيدن مورتاليتي يعني الوفيات المخبقة لما بتعمل استاتيستيك على الوفيات من كارسة وبائية أنت بتعد مين عبيموت من الكورونا أنا عبقلك مين عبيموت بشكل غير مباشر من الكورونا يعني بالأمراض الأخرى يلي مع بتم علاجها ومع بتم الاهتمام فيها وما بعم نخليها محال بالمستشفى بسبب الوباية اللي نحن عم نعالجه قبل ما أنهي معك دكتور مخباط سؤال اليوم دعوة إلى الأقفال في يوم الجمعة هل برأيك هل هناك حاجة ضرورية إلى الأقفال خصوصي أنه مثل ما عم تقول الناس بلنا مقتنع سؤال الثاني الناس عم بيقولوا أنه في عنا عشرة بالمية إذا بعد بتزيد نسبة الإصابات رح تصير خروج كامل عن السيطرة للمستشفيات والقدرة الاستعابية سؤال الثاني بالأول نحن بظن أنا برأيي وصلنا إلى الخط الأحمر مثل ما قال معالي الوزير هديك اليوم وصلنا إلى الهاوية أوكي يعني بظن القدرة الاستعابية بالاستشفيات وصلت إلى لحد الأقصى أوكي يعني بدك تصير يعني مثل ما قلت بعدني شعب قلت لك أنه بدنا نصير نضحي بغير حالات مرضية يعني حتى نستوعب فقط مرضى الكورونا يعني وهيدي نقطة مهمة لازم نوعالة إذن هيدي لازم الناس يفهموها هيدي ويفهموها الحالة هيدي تاني شغلي المطار حيسكر الأقفال لا الأقفال المطار ما رح يسكر المطار ما رح يسكر تاني شيء الأقفال أنت قررت تعمل أقفال لبعض النشاطات نعم بظن البلاج رح يخلوهم مفتوحين ما بعرف هيك بعض الدور السياحية رح تظل مفتوحة ما بعطيت يعني بالتعميم اللي شفناه من الداخلية ما بعرف أنا صراحة ما قريته كله نحن شفنا الناس بروفزور كيف كانوا بالبول وبالبسينات كانوا فوق بعضهم مزبوط وأنا رح قل لك شغلي بكل بساطة أولاً ببيروت بيروت بحالة طوارئ تحت سلطة الجيش نعم ببيروت ما في تطبيق للأقفال وعا كلهم ما فيك تعمل أقفال لبيوت مفتحة والناس عبتجرب تصلح بيوتها صح ما فيك تعمل أقفال خارج بيروت والشغيلة عبيروحوا ويجوا بدون يعمروا بدون يصلحوا إذن ما فيك تعمل أقفال عم نحكي ببيروت الإدارية ببيروت نصف لبنان أوكي يعني لكي نعشوه الأقفال أوكي حضرتك بس نذكر الناس أول مرحلة حضرتك عضو باللجنة 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 وانا تحفظت انا شخصياً تحفظت على شو على الاقفال وقلت وقتها قلتلهم باللجنة إنه إذا بدكن تعملوا أقفال بدكن تكونوا أكيدين إنه رح نقدر نعمل أقفال بكل لبنان مرت المضيط لما نعملنا أقفال المحل المحل الوحيد يلي تم أقفال جيد هي ببيروت أكتر شي قدرت عملت كنترول ببيروت وببعض المدن يعني قدرت تعمل كنترول ببعض المدن بس في المناطق الأخرى هلأ نية بدك مساعدة من الكوة الأمن الداخلة إذا الكوة الأمن الداخلة بتقدر تفوت على كل قرية وعلى كل ضيعة وعلى كل بلدة وتجبر التسكير شبو هذا مستحيل ولكن العدوى تنتقل في بيروت وجبل لبنان لأنه أماكن الاقتزاز وأماكن السهر والكذا وهذا بده يكون بجبل لبنان بس سؤال الذي يطرح نفسه إذا ما أذكرنا المطار الوافدين رح يكونوا عمين أقلوا معهم صح شغالة تانية مثلا الجامعة اللبنانية عندهم امتحانات يوم الجمعة مثلا وأسبوع الجاي يمكن ما يلتزموا بالأقفال ما بعرف إذا هذا شي بإدارة الكويرس أنتم معكم خب حكي فيها الوزير التربية بصون رح يكون في تأجيل للامتحان رح يكون في تأجيل للامتحان الكورونا لا حدود له ممنعه إذا رح يبقى سنة أو سنة رح نبقى على هذه الوطيرة السن المدرسية رح يتم تأجيلها هاي المعلومة هلأ أساسية نعم ونخذها منك كعضو لجنة إدارة الكويرس بس بعد ما هيدا يتداول فيه يتداول فيها بس الاتجاه هو تأجيل الاتجاه هي نحو تأجيل بدء السنة المدرسية قد شهر مش كتير قبل ما أختم معك ديما صادق بدك تسألي بروفسور مخباط أي سؤال لا لا أنا بشكرك بروفسور مخباط ونحن اليوم آخر دعوة لك الناس تلتزم يعني في شي بيخوف أو أنت مش خايف بلى أنا خايف شو رسالتك للناس لأ أنا خايف رسالتي هي أنه بطلب من الناس يعني الدولة عملت اللي من واش بيتها الإعلاميين طيب الإعلاميين عملوا أكتر من اللازم أنا برأيي العمل الأساسي اللي صار هو توعية الناس برجع بكرر بما أنه هيدا الفيروس ما في إلو بالوقت الحاضر دوا وما إلنا لقاح اللقاح الوحيد هو لبس الكمامة وغسيل الأيدي والتباعد الاجتماعي يعني حفلات وسهرات وهيدا ما لازم تصير إذن هيدو الإشياء ما في إلا كل واحد مننا يلتزم فيها كل واحد مننا يكون واعي ما يجي إلي أنه هيدا مؤامرة وأنا بدي أهرب من المؤامرة وهيدا ما إلا علاقة فيي وهيدا عاب يخترعوها وعاب يعملوا لا وصراحة الإعلاميين قاموا بعمل جبار وحضرتك صارنا عاملين لقاءين قبل هيدا ثالث لقاء ثالث لقاء ثلاثة الإعلاميين قاموا بعمل كتير عظيم من ناحية التوعية ومن ناحية الحديث عن الكورونا وتوعية الناس عن الكورونا وهيدا شغلة كتير مهمة وهيدا الأساس اللي لازم يصير الدولة شو بدأت أعمل أكتر من أنه يطلعوا وانين والأسف يجب تطبيق يجب وضع غرامات المطعم يلي ما بده يلتزم والناس يلي قاعدين بالمطعم ومش ملتزمين بشروط التباعد الاجتماعي وبشروط وضع الكمامات ممنوع بده يتغرم الناس بده يتغرموا وإلا ما بتوقف الوباء يعني ببريطانيا مثلا إذا أنت حطينك بالحجر الصحي وإجوا كبسوك بالبيت وأنت ظهرت من الحجر الصحي الغرامي عليك ألف ليرة سترلينة ألف ليرة إنجليزة حتى الأردن يلي هي دولة جارتنا وإمكاناتها الاقتصادية محدودة مثل إمكاناتنا كانوا عم بيحطوا سوار للوافدين لتعقبهم يعني بيطلبوا منهم ينحجر أسبوع ما فيك تجي أنت فرصة على لبنان أسبوع وتأدي الأسلوب بين الناس بس أنا في شغلة أخدت منك هو اتجاه لتأجيل العام الدراسي اللي بيبدأ بالعادة بنصف أيلول أو بأول تشرين السنة سيؤجل هذا كلام مبدئيا هيك اللي كان عم ينحكى مع وزارة التربية